السلام عليكم أهلا بكم أحبتي الصغار أنا تيتا أمل من حكايات تيتا القصة اليوم بعنوان يعيش معنا أبطال القصة من كتابة راني الكيلاني ومن رسومات بسم حسام يعيش معنا أبطال صاح جميع من في الصف فريحين بالخبر الذي أعلنته المعلمة غدا سيكون يوم الأبطال سيتحدث كل طالب عن بطله المفضل مرتديا ملابس هذه الشخصية تعالت أصوات الطلاب بأسماء أبطالهم المفضلين إلا كندة التي بقيت صامتة تفكر فهي لم تستطع أن تقرر من ستختار عند حدتها إلى البيت جلست إلى طاولة الغداء تفكر وتفكر وهي تشرب الحساء وفجأة لمعت الفكرة في عقلها وقررت من ستختار في اليوم التالي امتلأ الصف بشخصيات خارقة وخيالية إلا كندة التي لبست لباسا عاديا وعلقت في يدها حقيبة كبيرة وغطت عينيها بنظارة شمسية نظر جميع الطلبة إليها باستغراب لكنها كانت تبتسم لهم وتخرج من حقيبتها بسكوتا وعلبا من العصير فهذا ما تفعله بطلتها غير العادية بدأ كل طالب بالتحدث عن الشخصية التي اختارها قال أحمد أطير عاليا في السماء وأقضي على الأشرار بدلك العجيبة تبعد عني جميع الأخطار وبغير لقب البطل لا أقبل قالت نور عندي قدرات خارقة أبني بها قصورا فارهة وإذا لمست أي شيء من قريب أو بعيد تحول في لحظة إلى جليد أصبحت مشهورة عند الجميع بفستان الأزرق البديع عندما حان دور كيندا للوقوف أمام الجميع قالت بالنسبة لي فالأبطال موجودون حولنا في كل مكان وما يفعلونه ليس من القصص الخيالية لا يحتاجون إلى قوة سحرية ولا إلى بدلات حديدية لإظهار بطولاتهم الحقيقية وفجأة سمع الطلاب صوتا آتيا من الخلف وقفت مريم وقالت أعتذر عن مقاطعتك يا كيندا لكنني بعد أن سمعت كلامك شغلني التفكير وشعرت بضرورة التغيير فهذا الزي لا يناسبني هناك بطل آخر يلهمني بطل أراه كل يوم وحكايته لا بد أن تسرد فهل يمكن أن نؤجل يوم الأبطال إلى الغاد فهمت المعلمة سبب طلب مريم وقالت ما رأيكم أن نتحدث غدا عن هؤلاء الأبطال الذين يعيشون بيننا على أن تكون كيندا أولى المتحدثين تعالت أصوات الطلاب بحماس لا مانع لدينا في اليوم التالي حضرت طلبة بملابسهم اليومية بلا دروع أو مطارق أو عصا سحية كأن الصف كان مغزوا قبل يوم بمخلوقات فضائية ثم استعاده البشر بقدرة عجيبة وخيالية وقفت كيندا أمام الطلبة الذين كانوا متلهفين لمعرفة المزيد عن الشخصية فما زال في قصتها بقية أخبرين يا كيندا هيا هيا قالت كيندا ما تقوم به أمي في مهماتها اليومية يتطلب أكثر من شخص واحد لتأديته هل يستطيع أحد أن يطبخ ويعمل ويراقب ويتكلم في آن واحد هل يستطيع أحد أن يمارس أكثر من مهنة في نفس اليوم يجب أن يطلق لقب سوبر ماما على كل أم وبعدها حان دور مريم قالت لم أكن أعلم أن أخي محمد أحد الأبطال إلا عندما أصيب بمرض السرطان كان الوقت الذي يقضيه أخي في المستشفى أكثر من الوقت الذي يقضيه بين الأهل والجيران وبرغم الألم الذي كان يرافقه دوما بسبب تعرضه للعلاج إلا أنه قرر أن يستمر في مواصلة دراسته والمشاركة في الامتحان كان يحاول دائما إظهار الشجاعة والمرح أمامنا كي نشعر بالأمان وقد أصبح لقبه عند كل من يعرفه محمد قاهر السرطان عندما سألت أخي عن سلاحه القوي الذي يواجه به عدوه الخفي أجابني بأنه سلاح العزيمة والإيمان ثم حان دور علي ذات مساء شاهدت برنامجا تلفزيونيا يتحدث عن مهنة يعمل أصحابها في ظروف استثنائية مراسلون وصحفيون يتواجدون في الأماكن الخطرة مهمتهم الكبيرة البحث عن الحقيقة ونقل الأخبار إلينا عبر القنوات الفضائية لولا شجاعة هؤلاء الصحفيين لما عرفنا ما يدور حولنا من قضايا عالمية فيصبح لنا دور في مساندة أصحاب القضية فالبطل الحقيقي هو الذي يحارب الخوف ويواجه الأخطار بعد أن أنهى الجميع حديثهم عن الأبطال الذين يعيشون معنا قالت المعلمة أنا سعيدة جدا بهذا التغيير أصبحتم اليوم أنتم المعلمين وأنا الطالبة فقد تعلمت منكم الكثير وأهم ما تعلمته اليوم هو أننا جميعنا نملك بطل صغير بداخلنا سيخرج إذا فتحنا نحن له الباب النهاية توتا توتا خلصة الحدوتا كانت هذه القصة من منشورات مؤسسة مدارك للنشر والتوزيع إذا أعجبتكم هذه القصة اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر